عايز تعرف تاريخ مصر الحديث ارجع بسرعة لتاريخ الكست في مصر هكذا تحدث الباحث الامريكي اندرو سايمون وده مؤرخ مختص في شؤون الاعلام والثقافة الشعبية في الشرق الاوسط وكمان محاضر في كلية دار تموت في ولاية نيوهان بشاير الامريكية الباحث ده عمل دراسة رائعة جدا بعنوان ثقافة الكست في مصر واللي صدرت في كتاب عن دار نشر جامعة ستامفورد الراجل ده بيكشف ازاي الكست وشرائة الكست شكلت وعيه وثقافة وتاريخ مصر الحديث رغم اختفاء النوع ده من الاجهزة حاليا وكشف ازاي بيعتبر الكست وشريط الكست قاموا بتشكيل الثقافة الشعبية للمصريين في لحظة من اللحظات وازاي تحول الكست لرمز الصراء والتميز في لحظة من اللحظات وازاي اصبحت شرائة الكست مصدر للصراع ما بين عتولة الفن الراقي ورموز الفن الشعبي زي ما حصل ما بين الفنان محمد عبد الوهاب واحمد عدوية ومعلومات تانية مهمة كتيرة قررنا نتوقف عندها خلال الحلقة دية باعتبر ان هي بتمثل جزء من تاريخ مصر الاخر اللي مفيش حد توقف عنده كتير لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكمنتك الجميل انا احمد عبد الهادي وانت من حقك تعرف شريط الكست في لحظة من اللحظات كان بيعتبر مؤشر على تحسن الحالة الاقتصادية للي بيملك جهاز الكست الجهاز ده ساهم في انتشار الموسيقى وصعود جل جديد من المطربين واعتبر وسيلة للتربح او وسيلة للتعبير عن اراء سياسية مختلفة عن رأي السلطان وده اللي شفناه في شرائة الكست بتاعة الشيخ امام واحمد فؤاد نجم وشفناه كمان مع شرائة الكست بتاعة الشيخ عبد الحميد كش انتشرت اجهزة وشرائة الكست في سبعينيات القرن العشرين تزامنا طبعا مع الانفتاح الاقتصادي اللي تبناها الرئيس المصري الاسبق محمد انور السادات ومع صفر طبعا اعداد كبيرة من المصريين للدول العربية عشان يشتغلوا في مجال الطب والتدريس ثم بعد كده في اعمال التشييد والبناء الفترة دية كان جهاز الكست على رأس مشتريات المغتربين المصريين العائدين من الخارج لدرجة ان اللي كان بيروح يحجة او يهنوه بسلامة الوصول كان بيرسموله على جدران بيته واحد او واحدة ومعاهم جهاز كست كدليل على الرفاهية والغنى والقوة الشرائية بتاعة صاحب البيت نتيجة شغله برة ووصل انتشار جهاز الكست الى درجة ان احنا شفنا شخصيات عامة مشهورة بيلازمها الجهاز ده خلال ظهورها الاعلامي في نفس الوقت اللي كان المصريين بيحرصوا فيه على التقاط الصور التذكارية مع جهاز الكست بتاعهم وشوفنا صور زي دية لعبد الحليم حافظ والرئيس انور السادات ووصل طبعا تغلغل الجهاز ده وقيمته الى درجة ان جرائم سرقة الكست انتشرت في فترة من الفتران حتى لما مدينة برسعيد تحولت لمدينة حرة فجينا بان اجهزة الكست على رأس الاجهزة اللي بيتم تهربها من المدينة ومع صعود دور جهاز الكست اصبح مطرب زي احمد عدوية ربز المرحلة الكست او مرحلة اللي انفتاح في مصر والمرحلة ديت اسفرت عن حالة صراء سريع جدا لناس بتقوم بعمليات صمصرة وتهريب وتجارة غير مشروعة وانتشرت تجارة انتاج شرائط الكست او باحة من ضمن التجارة اللي بدأت في الانتشار بشكل ملحوظ فكان امر طبيعي ان كنت تمر على مكتبة بتبيع كتب النهاردة وتفاجأ بان في يوم تاني اتحولت لمقرل شركة انتاج كست او محل لبيع شرائط الكست لدرجة ان عدد شركات انتاج الكست ارتفع في مصر من 20 شركة سنة 1975 ل365 شركة سنة 1984 ثم 500 شركة سنة 1990 وفي اعقاب انتشار الكست فجينا بان الاعلام المصري بدأ يهاجم التلوس السمعي وهوجت مطربين شعبيين زي احمد عدوية ورغم الهجوم ده الا ان الكل فوجئ في ظل الظروف ديت ان المطرب الشعبي احمد عدوية كان بيبيع 40 الف نسخة من شريط الكست الواحد لاغنيه وده طبعا كان بيعتبر اعلى رقم مبيعات لمطرب اياميها وده بيكشف السطرة عن المستوى اللي وصله الزوق المصري والفن المصري اياميها وصلت المسألة الى درجة ان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب هاجم احمد عدوية في بداية ظهوره ثم تفاوض معاه بعد كده عشان ينضم لشركة صوت الفن بتاعة عبد الوهاب وعبد الحلم حافظ واللي كانت متخصصة في انتاج شرائط الكست للمطربين وده بطر شركة صوت الحب اللي بتنتج شرائط الكست العدوية ان هي تزود اجريته عشان ما يروحش لمحمد عبد الوهاب وشركته ومع تطورات الزمن وظهور الكمبيوتر واجهزة الامب ثري ثم ظهور الهواتف الزكية في مرحلة تالية اختفى عالم الكست بالاجهزة بتاعته بشرايته لكن طبعا بتظل فترة الكست في مصر فترة غنية ودسمة بالتاريخ الخفي للمجتمع المصري واللي محتاجة طبعا لعشرات الدراسات بس ما تكونش من امريكيين انما من مصريين اشتركوا في القناة